بني وطني اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الاخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحق وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين واما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد وتأمر الخوانة على الجيش وتولى امرهم اما جاهل او خائن او فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش يحميه وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير انفسنا وتولى امرنا داخل الجيش رجال نفق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم ولا بد ان مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والطرحيل اما من رأينا اعتقالهم من رجال الجيش السابقين فهؤلاء لن ينالهم ضرر وسيطلق صراحهم في الوقت المناسي واني اؤكد للشعب المصري ان الجيش اليوم يعمل كله لصالح الوطن في ظل الدستور مجردا من اية غير وانتهز هذه الفرص واطلب من الشعب ان لا يسمح لاحد من الخوان بان يلجأ لاعمال التخريب او العنب لان هذا ليس في صالح مصر وان اي عمل من هذا القبيل سيقابل بشدة لم يسبق لها مثيل وسيلقى فاعله جزاء الخائن في الحال وسيقوم الجيش بواجبه هذا متعاونا مع البوليس واني اطمئن اخواننا الاجانب على مصالحهم وارواحهم واموالهم ويعتبر الجيش نفسه مسؤولا عنهم والله ولي التوفيق شكرا للمشاهدة